نظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام احتفالية لتسليم دفعة جديدة من الموافقات والترخيص فضلاً عن شهادات توفيق الأوضاع لمجموعة متنوعة من وسائل الإعلام والصحف والمواقع الإلكترونية الجديدة بحضور نخبة من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية احتفل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتسليم نحو 100 من وسائل الإعلام والصحف والمنصات الإعلامية الترخيص وشهادات توفيق الأوضاع التي أصدرها المجلس وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 واللوائح الصادرة تنفيذا له نحن النهاردة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بنظم احتفالية بيوزع فيها حوالي 100 ترخيص وموافقة نحن عندنا قنوات فضائية مواقع إلكترونية صحف ورقية الحقيقة دور المجلس الأعلى هو دور المنظم لا يمكن لأحد أن يمارس الصحافة والإعلام إلا بإجراءات والإجراءات منصوص عليها في القانون والنهاردة عندنا أكثر من 100 وسيلة إعلامية وصحيفة وموقع إلكتروني التزموا بأحكام القانون وطلبوا توفيق أوضحهم والحصول على ترخيص جديدة والنهاردة المجلس بيمنحهم هذه الترخيص وخلال الاحتفالية أعرب المجلس الأعلى للتنظيم الإعلام عن سعادته بحالة التجاوب والتواصل البناء مع مختلف المنصات الإعلامية والتي أثمرت عن إصدار الترخيص الجديدة وشهادات توفيق الأوضاع القانونية إيماناً بأهمية التنظيم المؤسسي للكينات الإعلامية والصحفية لصون وحماية مصالح مقدم الخدمة ومستقبليها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يسعى لتعزيز الحرية لكافة الوسائل الإعلامية وتوفير كافة الضمانات والإمكانيات التي تساعد في ضبط أداء الممارسات الإعلامية والصحفية وهو ما يعكس رغبة متبادلة في النهود بمنظومة الإعلام الوطني وتمهيد الطريق لتحقيق نقلة نوعية تضمن تعزيز دور ومكانة الإعلام لخدمة التنمية والأهداف الوطنية أحمد الحسيني التلفزيون المصري